جاوز المقطع هذه يا حبايب من زمان ما طالب لعدكم بلايكات ففجروا هذا المقطع بلايكات ودخنيني وصلها مئة ألف لايك أمزح بزيني خمسة وصلها هوايو يلا نمدي المطر الخبر الأول لي عادنا عن قمر مار والشغلتين اللي صارت وياها أول شي يا حبايب عن إيمو مار وحطها لللايك اللي أخذ صور نزلتها قمر مار كما شافين يا حبايب ديلي انهو حط لايك لصورة قمر مار الأخيرة رغمنا أساساً إيمو مار يا حباب هو أساسهم يمسوي فولو لحساب قمر مار بالإنستجرام وهذا يدل انهو قاعد يلاحقها وانه قاعد يراقب قمر مار إلا الآن وهذا الذي يدل هو على سبب ان يا حبايب انهو ما زال يحبه مثل تعرفون انهو بحبه بالسابق يامو مجرد يسوي إشاعات وشوية إثارة جزل عم ندخل المتابعين نحتوى عن الموضوع فمدر صحكم نحبه بالكومتاشون توقعتكم لهذا الموضوع وبالنسبة الثاني شيء يا حباب عن قمر مار هو تنزيلها هذا السوري عندما أقوم بفحص كورونا من الواضح حسب ما أتوقع يا حباب أتوقع أغلبكم يعرفونه هي تريد السافر دبي فطبع إن شاء الله توصل بالسلام وإن شاء الله ما يكون بها أي شيء لا كورونا ولا شيء وكيد أدعو لها يا حباب بالكومتات أنه توصل بالسلام وما يكون بها أي شيء اشتقوا لي وأنا كمان اشتقت لي انا مزح تير اشتقت لكم بس المشكلة أني أنا مريضة كتير مريضة بعد نزلت هذا السوري كانت أطلبي من متابعينها أنه يقولوا لها إشاعة سمعوها عنها وهي تريد عليهم إذا هاي إشاعة كانت حقيقية أو لا في نزلت بعد هذا السوري الواحد المتابعين كانت يسألها إنه متوقع إنه رح يكون أكو هذا الشهر مفاجئة كبيرة فيه يتريد عليها هاي مو إشاعة وإنما فعلا يكون شيء كبير ذات جهزة وباليستوري الواحد يكون هناك شيءwent هاي مرتبطة بواحد سويدي فتيكأن أنه ك�لة لو كانت مرة حبيبي بالسويدي وكوني حاليا بإب Türkiye يعني الاستخدام هاتف وباليستوري التالي الآن ق dow piesدوها jam وقالت معقولةِ مواضحنا انه لا يعني بيعون السوق وسؤولها عن عمليات التجميلة انه هي 3 عمليات تجميلات انه هي مجرسة بتعملية واحدة وشانتها تعملية لانertoها وباليستوري الأخير قال لها أن انت تسجوزة سألوها عن هذا الشي فهي جاوبت انه هي ما زالت صغيرة او يعني بكير على الجواز فاكتر احباب لكم التأشيركم بالاستوريات ما النيارنين والحقائق اللي كشفتها ونتقل حاليا يا حبايبي البيسان اسماعيل وهل هي انخطفت وشي المفاجأات اللي قاعدة تجهزنا اياها فنزلت هذا الاستور يا حبايب بشانت تقول به بالبداية انه تعتذر انه شوية غايبا قاعد تجهزنا مفاجأات ويا برومو من المقطع حتنزل اليوم نوعا ما اشان بيخطف مخطف شو في الاستوريات هاي حبايبي كيفكن انا بعرف انه وصلنا غايبين فترة عنكن بس كنا كتير مشغولين بالشغلات المهم اليوم عم نصور فيديو مع شخص ما بعرف اذا حتى حزروك سبولي هون اه طبعا المقطع يا حبايب راح نزللكم اليوم على الساعة بثمانية تقريبا راح يكون للا علاقة بالخطف مخطف مادر يمكن مقلب عليكم اكتبونا احباب بالكومنتج لقمت حمسين لهذا المقطع وبشارة يا حباب نوصات المقطع تنقضي عجبكم رسو حطوناها اللايك فيجروا هذا المقطع باللايكات لنوصص هذا المقطع ثلاثين في لايك وبجر انه كافيت زين من قائل مباكة الخصص ومع السلامة